وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية صباح اليوم بمركز تيغينت الإداري ورشة تكوينية حول مقاربة النوع لصالح أعضاء الخلية المكلفة بملف النوع في الوزارة تهدف هذه الورشة التي تم تنظمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز القدرات الفنية لهذه الخلية المستحدثة من قبل الوزارة من أجل مراعاة مقاربة النوع في بلادنا على نحو يضمن العمل بشكل جيد لتحديد مختلف الأبعاد المتعلقة بالنوع في جميع أنشطة القطاع بما في ذلك السياسات والاستراتيجيات والإصلاحات التي تنتهجها بلادنا تماشيا مع التشريعات الوطنية ووفقا لأولويات الحكومة في هذا المجال جرت انطلاقة هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام بإشراف رئيس مركز تيغينت الإداري وعدد من أطر الوزارة وبعض الفاعلين في المجال وقد أكد المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أن مقاربة النوع باتت تعد من مبادئ السياسات والقوانين الدولية وأن بلادنا تعمل بشكل مستمر على تصحيح كل الاختلالات التي ترتبط بالنوع من خلال تمكين المرأة من حقوقها في كافة المجالات تنتهج بلادنا سياسة متكاملة في مجال النوع تنبثق من إرادة صريحة لدى السلطات العليا بضرورة تعزيز مشاركة المرأة وتمكين النساء حيث تم اعتماد ترسانة قانونية تمكن من التساوي في الحقوق بين الجنسين تم اعتماد التشريعات الوطنية والدولية والسياسات الاستراتيجية والقطاعية والآليات المؤسسية وفي هذا الإطار أيضا عملت بلادنا على تشجيع حضور المرأة في جميع المجالات بما في ذلك التمثيل السياسي والأمني والإدارة الإقليمية وبالفعل فقد تحققت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة من خلال الأدوار التي لعبتها المرأة في بلادنا